كوردينك تنشئ ملف على الهاردسك تخزنه وتحدد مكان تخزينه هاي أول نقطة اتنين وأخذنا كيف نتعامل مع أوامرها وكيف نشيك أنه الملف موجود أو غير موجود وبعدين أنشئ الملف وأتأكد من عملية إنشاؤه النقطة الثانية اللي أخذناها المحاضرة الماضية كيف أكتب نص بداخل الملف كيف أكتب نص بداخل الملف وبدأ أذكر هون لما تنشئ ملف للكتابة وتتأكد أنه غير موجود وبعدين تنشئه تستخدم لتراي والكاتش طلعوا هذه الشغلات اللي بحكيها مهمة في الشغل تتأكد منه موجود أو غير موجود بعدين تطلب إنشاؤه أو تعمل له من خلال التراي والكاتش حتى تسيطر على وتتعامل معه بهذا الشكل بتكون أنت أنشأته وخزنته على الهاردسك لما تيجي تكتب عليه بدك تستخدم الكلاس وتعمل أبجيك من الكلاس اللي بتلزمك لعملية الكتابة هيا عملنا أبجيك من الكلاس اللي بلزمنا لعملية الكتابة بعدين بدي أستخدم تراي والكاتش حتى أسيطر على الأخطاء اللوجيكال إيرورز المتعلقة بال آي أو المتعلقة بأنه الملف موجود أو غير موجود الباث صح ولا مش صحيح يعني مكان التخزيني اللي أنا كتبته صحيح ولا مش صحيح فبتلافى الإيرورز عن طريق الكاتش فباستخدم تراي وكاتش وبعد ما استخدم تراي وكاتش لما بدي بلش أكتب لازم أستخدم اسم الأبجيك تبع الرايت أو تبع الرايتر .brintlin برنتلين بكتب سطر سطر .brint .brint لحالها بكتب على نفس السطر إذن هيصار عندك معلومتين هدول بكتب سطر سطر يعني بكتب وبنزل سطر أو بكتب وبستمر في الكتابة على نفس السطر بتشبه اللي كنا نستخدمها system.out.brint أو system.out.brintlin طيب جيد واخذنا example بسيط وطبقناه مع بعض في نقطة مهمة جدا هون إنه لما تبلش تكتب وتكتب الـ data اللي بدك إياها والـ data بتقدر تجيبها إما نص عادي أو بتقدر تجيبها من الفورم من الشكل أو الـ design اللي عندك أو بتقدر إنك تكتب أي تكست داخل هذا الفورم مباشرة بين quotations يعني بقدر أكتب أي إشي بدي إياه بين quotations بقدر أكتب زي هيك أو أكتب نص أنا مخزنه أو أجيب نص من اسم من أسماء الأشياء الموجودة عندي مثلا مثلا على سبيل المثال عندي text عندي text.gettext يعني هي رجعت الـ data الموجودة على التكست عندي username عندي username معناته باجي بحكي له get أو عندي user هاي user name dot get text وبالتالي هي رجعت الـ username من الشاشة عندي combo box عندي list عندي اللي بدك فأنت بتقدر جيب الـ data من هناك أهم نقطة في الموضوح هذا بعد ما تكتب وتخلص كتابة وممكن يكون الكتابة فيها loop يعني ممكن أجي أقول لك اكتب لي ألف اسم اطبع لي ألف اسم داخل التكست كيف دي أطبع ألف اسم؟ بعمل loop جي قلت لك اطبع اسمك داخل التكست فايل اللي أنت عملته 500 ألف مرة أو 50 مرة معناته بعمل loop وبطبع هلا بعد ما أنهي الكتابة بالكامل لازم حتى أشوف الـ data تخزنت وصارت موجودة على التكست لازم أعمل close للـ writer لازم هاي لازم تعمل close للـ writer تنسهاش must be closed لازم تعمل close للـ writer عملنا close للـ writer خلصنا من الموضوع هذا أخذناه كله المحاضر الماضي محاضرتنا اليوم كيف أقرأ من الملف يعني صارت العملية مكتملة هيك أنشأت ملف خزنته على الـ hard disk كتبت عليه وطبعت عليه وخزنت عليه بعدين بدي أرجع أفتحه بدي أرجع أفتحه وأقرأ منه أفتحه وأقرأ منه كيف أقرأ من هذا الملف لما يجي بدي أقرأ من هذا الملف اللي أنا مخزنه على الـ hard disk عندي العملية بسيطة جدا بستخدم class اسمها file reader file reader وبعمل منها object بعمل منها object الـ object اللي بعمله بدي أسميه أنا read read text هيك سميته read text هي سميت object read text وباجي بحكي له يساوي new file reader هلا هون لما أجي أنا حكيت له read text هذا بدي أقرأ من وين يعني لاحظ read text هو object من file reader وجيت حكيت له new file reader بس لازم أفهمه من وين بده يقرأ فلاحظوا إحنا المرة الماضية عرفنا object اسمه f وكان نوعه file كان نوعه file هاي وارجع معي هون طلع هاي f ونوعه file وحددت له وصار يفهم الكمبيوتر صار الكمبيوتر والبرنامج تبعي فاهم أنه الـ f هي عبارة عن d نقطين slash slash test dot text معناته الـ f كأنه الـ f صارت يتمثلي هذا الحكي معناته هون صارت الأمور واضحة بالنسبة لي لما جيت حكيت له file reader read text new file reader حكيت له من وين يقرأ يعني كأني هون مجازا كأني حكيت له أربط read بي الموقع اللي اسمه دي اللي اسمه test dot text معناته أنا حددت له من وين يقرأ هاي حددت له من وين يقرأ حددت له من وين يقرأ فهاي مهمة جدا هاي وحدة خلصنا من هاي وجهزت الملف تبعي يعني صار الملف تبعي available وجاهز للقراءة عن طريق read text هلا لما أجي أقرأ دايما أنا بقرأ باستخدام شيء بنسميه أو كلاس بنسميها buffer or buffered reader buffered reader طيب كويس باجي باستخدم البفرد reader وبعمل منها object buffer reader أنا سميته بي آر مثلا بي آر هلا هون أكيد بما أني كتاب سميت هاي read text معناته صارت هاي صارت هاي لازم تكون ايش read text فهون باجي بحكيله عندي buffer reader بدي أعمل قراءة وأبلش أقرأ ولاحظوا القراءة المباشرة بتتم عن طريق buffer reader يساوي new buffer reader or buffered reader بعدين باجي بحكيله read text شو عملت أنا ربط البفرينج يعني القراءة اللي بتكون عدة مرات ومتكررة موجودة عن الرام كبفرينج ربطها بياش بالread text والread text مربوط أصلا بمين مربوط بالفايل اللي بدي أقرأ منه معناته صارت العملية متسلسلة وابحة حدد الفايل اللي بدك تقرأ منه حدد الفايل اللي بدك تقرأ منه هيحددته زبط لي البفر ريدر اللي بدك تقرأ فيه زبطت البفر ريدر اربطه مع الفايل اللي بدك تقرأ منه هيربطه تمام بعدين بحكي لك بلش اقرأ هلا بكل بساطة كل أمر بكتبه buffer reader أو buffered reader br.read line شو بيعمل بيقرأ لي سطر هذا بيعمل لي هذا الشكل بيعمل read one line from the text file يعني كل أمر زي هذا الأمر بيقرأ سطر بيقرأ سطر من وين كل أمر زي هذا الأمر بيقرأ سطر من text file بيقرأ سطر من text file ممتاز كثير معناته أنا لو عندي عشر أسطر بدي أستخدم الBR small طبعا نخليها هاي بدي أستخدم الBR أو buffer reader كم مرة عشر مرات أحسنت عشر مرات طيب لو كان عندي مئة مرة بدي أستخدمه مئة مرة طيب شو بدي الحل ممكن أعمل loop يعني ممكن أعمل loop يقرأ لي كل data الموجودة وين بالفايل فباجي بحكي له مثلا four loop من واحد لعشرة من واحد لخمسين من واحد لعشرين لثلاثين إلى آخره فمعناته بقدر أقرأهم يعني المهارات البرمجية العادية تبعت اللوب وتبعت الـ statement هاي انت بدك تعرفها ما حد بدي يحكي لك إياها يعني أنا عندي ملف في عندي خمسين سطر جيت قلت لك اقرأه بدك تستخدم loop لحالك يعني بدون ما أنا أقول لك والله لازم تستخدم loop لا انت بتطلع بتقول لي عندي عشر أسطر والله أنا بعملهم loop سطرين بدل ما أكتبهم عشر مرات أو عشرين مرة تمام فأنا ممكن أستخدم loop حتى أقرأ هلا لو جيت أنا قلت لك انتبه هاي النقطة مهمة وفيها ترك للشاطر للشخص الكثير شاطر وبقدر يشتغل معي في البرنامج بطريقة كثير سهلة لو جيت قلت لك هون read مثلا وهاي النقطة مهمة هاي كمان مرة بحكي مهمة بتميز لي الطالب اللي فاهم الobject oriented اللي أخذناها سابقا فاهم مادتنا بيعرف برمجة in general قلت لك read the text in the file word by word and print it in the text area بس شو ممكن تعمل الفكرة يلا أشوف مين اللي بعت برحاله شاطر وجاب علامة 29 جاب 26 جاب 25 وانا بدي أسأل لانه حتى أشوف العلامات هاي صحيحة ولا لا عمر حسان يلا حكيلي كيف نحل السؤال دكتور ها سول إشي بدنا نحكي 4i in or asiphy python 4i من 0 لا لحد دي هو آخر كلمة موجودة بس هي كيف بدأ جيبها مش عارب ها هي آخر كلمة هلا أنا شو انت فهمت سؤال باجي أنا طلبت منك طلبت منك اقرأ الملف المخزن عندك بس بدي إياك تقرأ ليا كلمة كلمة اه فبدي أخذ أنا من صفر لا آخر إشي مكتوب آخر حار أو آخر يظبك يعني تعمل لوب أيوة لوب من صفر كيف بدك تفرز كلمة كلمة ها سم شو بطبع سطر سطر يعني أنا السطر اللي عندي هيك اه سطر عندي هاي سطر عندي جافا is the مثلا the first common language in programming language أو programming languages أنا بدي إياك ترجع باجي باجي بقول إف 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 حرب إذا كان الحرب يساوي space طبع لي على سطر طيب كل space يطبع لي سطر يشتيج يعني يقرأ ولما space يكمل وإنت تصير تخزن وتودي للطباعة كل ما توصل space كل ما يوصل space آه يخزن شو يودي للطباعة يعني أنه يطبع في text area طيب ممتاز هاي الفكرة في حد عنده فكرة تانية دكتور بتذكر أخذناها قبل هيك إحنا أتوقع split إشي مش عارف تقسم الكلمات وبتطبعها واحدة واحدة أحسنت كويس برضو هاي كمان فكرة تانية معناته صار إحنا إيش صار يعني كأنه إحنا بنسترجع معلوماتنا في إشي يسمو split و split حسب space أحسنت برضو ممتاز هاي الأفكار بتفرز لي مين اللي حكي آخر شي شو اسمك يزن دكتور يزن معاذ كان بده يحكي من معاذ أسمع شو عندك فكرة تانية خوز دكتور حكا الشاب لازم تأخذ السطر ترجع بstring تحفظه بstring بعدين تعمله split ممتاز يعني لاحظوا معناته في اللي جابه علامات يعني جيدة ماشي حالهم أمورهم تمام وأنا راضي عن علاماتهم وممتازين يعني مدامه تذكر فكرة split وإني أفرز وإني أقرأ كل حرف حرف وأشتغل على إيش يسمه string methods هاي اللي هي built-in methods معناته أنا بقدر أشتغل شغلي صح معناته لا يمنع إنه أنا آجي أحكي لك في الامتحان مثلا وحط سؤال عليه أربع خمس علامات أميز الطالب الشاطر مش من الشاطر أو أميز الطالب اللي بيستاهل يجيب علامة كاملة مثلا آجي أحكي له والله حلل لي هذا السؤال وعليه خمس علامات كجزء من الأسئلة فلما ألاقي الطالب حلل لي واشتغلوا صح بقول له والله إنك تستاهل فعلا تستاهل علامتك تستاهل full mark فهيك إحنا بنبني بنبني يعني معلوماتنا في البرمجة متراكمة متزايدة مش لحظية فاللي ما عرفش يحل السؤال هذا إطلاقا وما فكرش فيه وما عرفش يحله هو ستل يعني بحاجة لكثير من الجهد والوقت حتى يصير مبرمج يعني يا بتبدأ تبني معلوماتك واللي بتأخذه في البرمجة ما تنسهوش وتحفظه بمخك وتصير تستفيد منه حتى لما يجيك أسئلة تقدر تحلها أو إنه اللي بتأخذه بتنساه وبالتالي يعني ممكن تصير مدخل بيانات أما مبرمج لا فهاي النقاط شباب اللي أنا يعني حبيت أحكي لك يا هون مثلا كأفكار هاي مثلا إحدى الأفكار ممكن أجي أحكي لك لما تقرأ الفايل طلعها طلع كيف ممكن نطور الأسئلة أنا بعطيك أفكار هلأ بعطيك أفكار أسئلة ممكن تجيك في الامتحان ممكن أشتغل على فكرة سيرش على التكست بحكي لك سيرش إن ذا text file for the name علي باجي بحكي لك الملف اللي أنت بدك تقرأه واللي مخزن عندك على الهارد ديسك افتحه وبلش تقرأ لي فيه وشوف لي علي موجود ولا لا أو آجي أحكي لك كم مرة how many name علي is how many name علي مثلا found in text file طلع كل أسئلة هاي صارت متاحة بنفس الأفكار بنفس الأفكار تماما فمعنات أنا ممكن أجي أحكي لك طبق لي فكرة السيرش على text file هذا بدل ما تقعد تدور بالنظر اعمل لي كود صغير خلي دور لي على كلمة علي أو دور لي على أحمد وإذا دور عليها احكي لي كم مرة موجودة عنده أحكي لك احكي لي كم مرة وبأي سطر كمان موجودة كل الشغلات هاي متاحة هاي اتوقع راح تكون أسئلة بالفاينل من هذا النوع اتميز الطالب اللي راح يجيب علامة ممتازة بتعطينا مثال على split split بدك ترجع تقرأها وارجع شيك عليها من خلال هي نفس الفكرة for loop وبتأخذ split بعد ما تخزنه بstring زي ما حكى معاذ كمان تخزنه بstring بعدين بتقرأ بتشوف في يعني اسم الstring dot split وبين قسين بتحط له مثلا space بين quotation space فراح يعمل لك split على أساسه بس بدك تخزنه ايش بدك تعمله blue تصير كل مرة اللي بتقرأه في سطر الأول الثاني الثالث الرابع تصير تمر على كل سطر وتطبق فكرة split لأنه هو راح يعمل لك split لكل الكلمات ممكن تخزنها في array of characters يعني فيه أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة دكتور بالسؤال بعددنا نعم انت حكيت قبل شوي عالي هاي نطلع كم مرة الاسم مكتوب وبأي سطر صح نعم حسن بأي سطر كافي يعني بدنا من سويتش يعني يمر على سطر سطر لا ما انت أصلا بتقرأ سطر سطر مش انت عامل loop 4i loop وبتقرأ سطر zero قرأته أول سطر إذا لقيت علي فيه معناته السطر zero لقيت علي بكمل على السطر اللي بعده صار واحد اللوب لقيت علي معناته لقيته بسطر واحد كملت على السطر اثنين ما لقيتش علي معناته مش موجوده بسطر اثنين باتركها رحت على السطر الثلاث دورت على علي لقيته معناته بحكي علي موجود بسطر صفر وبسطر واحد وبسطر الثلاث عارفت كيف مدام اللوب شغال عندك استفيد من اللوب i ما هو كل i يعني هيك for integer i يساوي إلى آخره أوكي هلالاي صار موجود وانت بتقرأ وانت بتقرأ داخل اللوب انت بتقرأ داخل اللوب كل مرة i بتكون واحد اثنين صفر أو صفر واحد اثنين ثلاث معناته لو انا طبقت اللوب تبعي وعملت السبلت او عملت السيرش على علي ولقيته معناته بقدر احكي انه i يعني بقدر اطبعها او اروح وديها لنفطر تكست area اسمها تكست a dot set تكست وباجي بحكي له اول اشي هاي بدي اكتبها هيك line equal هذا طبعا بعد الكود وبعد الف statement وبعد القصص هاي line equal plus هاي i بعدين plus بكمل علي found مثلا اوكي اي علي found وبيدي اكد له انه علي found اللي عملت عليه سبلت او برجع بكتبه ونفطرض انه سميته txt1 خلص هاي هيك طبعتهم في text area هلا انا استفت من الا انه انا حاليا باي سطر dynamic انا بالاي اول سطر رح يكون zero معناته لحاله يطبع لي i zero اذا لقي طبعا هون في جبلها رح يكون ايش الif statement اللي انت رح تشيك فيها على الموضوع هذا واللي هاي رح تكون داخل الif statement اذا كان found نعم كيف ممكن اعمل get لعدد الاسطر في المنف هلا get لعدد الاسطر في function انا رح اعطيك ايا ال end of file بقدر احكي له يعني استخدم بدل for loop احكي اعمله while end of file end of file يعني end of file معناته لم ضلك مستمر حتى توصل الاخر السطر تمام هلا هاي الافكار يعني انا بدي ايا تطبقها هلا لو عملك for loop انت فعليا من واحد ل خمسة او ل ستة او ل عشرة رح يشتغل معك اذا كان في عنده عشر اصطر اذا وصل السطر السادس وما عندوش رح يعمل error ويطلع بس رح يشتغل برنامجك ورح يعمل run فاللي بده يحل الامتحان وكانش عارف مثلا انه استخدم end of file وكذا وحله اكيد رح طوله صح على الحل تبعه حتى لو مش بعدد محدد من الاصطر يعني مدام هو مش مخد ها اللي هي end of file بس مدام حكينا عنها هلأ بده يضطر يصير يستخدم هلأ المهم انه في النقاط هاي انا يعني بحاول استعرض لك قديش ميزت يعني ما هي ميزات استخدام reading والfiles والتعامل معهم يعني صرت اطرق للsearch صرت اطرق للبحث صرت اطرق اني اقدر اطبع من text file اطبع يعني لو جيد ولكلك مثلا اطبع للسطر الخامس والسطر السابع بس تقدر تطبعهم يفترض انك تقدر تطبعهم مدام الافكار صارت عندك واضحة طيب خليني بس انا يعني كوننا مضوطين شوي بالوقت راح نشتغل يعني نبسط الامور اكتر شوي مثلا read from text read from text and write to file اطرق من التكست اللي هون اطبع على الفايل read from file and display on the text طلعوا كيف create a new file clear انسح الشاشة read from text and display on the text area line by line هايها write data to file read data from file and so يعني هاي كلها متاحة الافكار انك تشتغلها هون نيجي على برنامجنا وبرنامجنا يا اخوان هون هاي design وبدي اجي هلا المرة ماضية اخذنا لcreate واخذنا save وشفنا كيف اشتغلوا الان بدي اجي للread from text file بدي اخذوا الكود تابعو هاي action action perform جينا هون اول شي عرفت اول شي عملته وشو سميته reader one عرفت file reader وعملته reader one هلا لو عملته بالطريقة السابقة لو عملته بالطريقة السابقة تطلع معي هون يعني انا خلص انا بدي انت تكون خلص تفهم علي وتفهم على المادة تبعتك زي ما حكينا المرة ماضي لانه عدت عشر مرات يعني لما تيجي تعرفها هيك ره يعطيك arrow اوكي لما تعرفها زي هاي file reader هاي بدي اجي هون هيك هاي copy مثلا جيت عرفت هاي هون file reader وعرفت له file reader رقم عشرة لاحظوا اعطاني error شو ال error alt enter try and catch فانا عطول صرت حل على try and catch او اكتبها هيك انت واطلب منه يعملك try and catch بيساعدك في التنظيم البرنامج فمعناته هذا الشكل بده try and catch هاي شلته انا لانه ما بلزمني فجينا عملنا try and catch الطريقة كالتالي انا عرفت file reader وعرفت منه object اسمه reader one عرفت منه object reader one عملتها عمر حلتين وعملت try and catch وجيت كل طلبت منه وقلت له الreader one مع ايش بدي اربطه بدي اربطه مع file reader والفايل اللي اسمه f متذكرينه اللي اخدنا المحاضرة الماضي هاي شو هو الاف اه والله الاف هاي 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 هون الفايل الاف اللي هو user password text هيك سميت الفايل ومخزن على الديسك دي طيب رائع جيد خلينا نكمل اذن عرفت انا انه انا بقرأ من user text user password text هيك اسم الفايل وبعد هيك لازم اعرف البفرد reader هيعرفته داخل try عرفته داخل try buffered reader هيعرفنا buffered reader pr يساوي new buffered reader وربطته مع مين مع الreader one ربطته مع الreader one هاي ربطنا مع الreader one يعني لاحظوا المهارة في اني ابلش اقرأ صارت يعني بصم يعني اذا بصمت الامريان هدول وكتبتهم خلص صارت تقرأ هلا شطارة صار انك تكتب كودات فيها شوية يعني مهارة برمجية انك دوري على كلمة تعطين عدد الكلمات الدوري على حرف تطبع لي سطر او سطر لا تشتغل جول العملية هاي هلا لاحظ هون بدي ابلش اقرأ بدي ابلش اقرأ انا وبيدي اقرأ لاحظ هون بدي اقرأ يعني انا بدي اكتب على التكست اريا التكست اريا اللي عندي شو اسمها هاي هاي التكست اريا خلانا نشوف شو اسمها انا وياكم مع بعض اسمها اوت اوت طيب العملية صارت سهلة وبسيطة وتنساش هون ما بدي كل مرة احكي لك يا اخوان تيجي تكتب لي تكست اريا دوت ست تكست وتكتب بي ار ريد لاين بس هيك تكتبها وتتركها كم مرة راح يكتب على التكست اريا مين بيقول لي مرة واحدة مرة واحدة اللي هي اخر مرة يعني اخر جملة قراءة هي اللي راح يكتبها طب واللي قرأته بالاول راح يروح كله شو الحل الحل زي هيك الحل انك تاخد اوت دوت ست تكست وبعدين قبل ما تبلش تاخد اللي جوه التكست اريا تطبعه وبعدين تحط بلس سلاش ان بعدين تاخد البفر 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 read line read line هل هيك انا صرت اقرأ المعلومات القديمة اللي على التكست اريا واكتب وافتح سطر جديد واكتب تحتهم واكتب تحتهم تمام شباب فانا هيك قرأت هل لاحظ انا هون مين بيحكيلي كم سطر قرأت من التكست بالضبط هاي سطر هاي اثنين هاي ثلاثة وتحت بعض اجل الاسطر السطر الاول قرأته واعتبرت انه تكست اريا فاضية هايها وعبيت فيها data السطر التاني قرأته وبلشت ااخد القديم على التكست اريا وافتح سطر جديد واقرأ السطر الجديد البدي اياه معناته انا هيك قرأت ثلاثة اسطر لاني ما عملتش لوب هلا لو عملت لوب كم سطر بلزمني سطر واحد داخل اللوب بلزمني داخل اللوب سطر واحد وتنساتش تعالج الاوت دوت تكست اريا هلا هيك قرأت انا قرأت من التكست فايل ثلاثة اسطر طيب لو جينا قرأنا سطر رابع هل يعني بدي اشوف ان التكست اريا لو بدي اقرأ منه اسطر زيادة اربع اسطر تمام وبعدين جيت كتبت جيوب شنبان وحكت له read from text file to text area عشان اوضح له شو اللي بعمله انا بعدين لاحظوا شو عملت عملت closed لل buffered reader تنساش عملنا closed لل buffered reader بعدين هون الكاتش لو كان عندي خطأ الملف مش موجود الملف علي مشكلة كتبت له جيوب شنبان بس طلع الكود قديش سهل هلا شغلك انت في الترك لأسئلة اللي فيها افكار اللي حكيت لك اياها وين راح يكون راح يكون بعد ال buffered reader هون يعني لو بدي انا اكتب if statement او اكتب اي اشي بدي اياه هون هون بشتغله هاي block وبكتب وبشتغل البدي اياه هون في هذا الموقع اذا لو عندي اي شيء بدي اشيك عليه او اكتبه او اقرأ سطر او سطر او سطر لا او اعمل اللي بدي اياه هون معناته انا شغلي راح يكون في هذا الموقع هون طيب نعمل run نتأكد انه اشتغل ولا لا هاي شغلنا هون خلينا اشوف يعني قبل ما اعمل create واعمل save بدي اتأكد هون read from text file هلو انا بدي اقرأ مباشرة لاحظ لو بدي اقرأ مباشرة واتلافة واتلافة مشكلة انه انا هون قرأت مباشرة طلعوا قرأت مباشرة ربطت بالf وربطت بالf هلا انا وياكم متأكدين من برنامجنا انه الf موجود يعني يعني البرنامج اللي اسمه text pass user موجود طيب مين بيقول لي هل بقدر افحص انه موجود او غير موجود قبل ما اقرأ مين بيحكي لي شو اعمل هون في بين التون لازم انا اسألها اشوف كيف جابت العلامة هاي نورة موجودة غيبة دكتور غيبة طيب كويس يلا ماشي لحظ مين بقدر يجاوبني هون بس كمان مرة اذا سمحت بحكي احسن احسن خلاص هاي هي الفكرة عطول يعني اذا فيهم علي وكتب الفكرة هاي معناته خلاص عارب شو بدي يعمل باجي بفحص f ال if هاي بعمل له if statement f ال if exist او not exist وبعطيه جاوبشنبان بقول له الملف موجود يمكنك الاستمرار بالقراءة او باجي بحكي له الملف غير موجود يجب انشاء الملف والتخزين عليه اولا معناته صرت انا اشتغل هاي رح تاخدوها بال HCI اشتغل بطريقة بطريقة حوارية مع اليوزر يعني جاوبشنبان مهمة جدا بتصير تعطيك يعني تعطيك خلينا نسميها interaction مع اليوزر تفاعل مع اليوزر حوار مع اليوزر طيب خلينا نرجع للرن تبعنا هاي شغال خلينا اقرأ مباشرة طبعا انا مش عاملها هون هون رح يقرأ مباشرة لو كان عنده الملف مش موجود كان عمل لي error وطلع بالشاشة الحمراء طيب هاي هون هاي read read text from file هاي حكالي لاحظوا اخوان الشغلة dynamic لاحظ السطر الاول قرأه username is علي احمد السطر التاني password is علي علي 1 2 3 الاسطر الفاضي المليكها شو كتب لي بدالها شو اعطاني بدالهم نل نل يعني لو في سطر عنده مش موجود ومعرف الشو يقرأ وضح لك هاي كتب لك نل نل معناته انا هيك شغلي 100% صحيح ومرتاح وعارف انه قرأت سطرين والاسطر 3 و 4 مش موجودين اصلا في الملف طيب كويس لو رجعت انا لملف على disk D وشفت له هذا الملف واتأكد انه بحكي صح ولا لا اه والله مصبوط كلامه طلع وين الكرسر طلع يعني هون لو جيت كتبت له اي اشي جديد انا من عندي وهي اشي جديد وهي هيك وهون جينا كتبنا هيك نكبر السطر اشوف شو بيصير معنا وهي عملنا save file هيك زيت save يس خلينا نرجع لبرنامجنا run read اوكي طلع السطر الاكبر سطر هذا قديش هيكتب لي كل شي واشتغل معي صح واعطاني المعلومات اللي بدي اياها بطريقة مية بالمية صحيح طيب هلا هون الافكار اللي حكناها والاشياء اللي بدنا اياها هون طبعا هون انا بس قبل بدي اشوف البفر ريدر طلع معي هون بي آر وهي بدي اياها منك انت تشيك وتشوف شو الوضع بي آر دوت انا بدي ريد لاحظ شو في عندك في عندك ريد ريد لحالها ريد يعني رح يقرأ لو قرأنا هون ريد شو بتعمل لاحظ ريد اه والله حلوة هاي اذا لو استخدمت الريد لحالها رح اصير اقرأ حرف حرف وهاي برضو مهمة جدا رح اصير اقرأ حرف حرف معناته اذا انا بدي منك معلومات تقرأها حرف حرف او تشيك عليها حرف حرف محلولة لو استخدمت البفرد ريد رح اصير يقرأ من عندك حرف حرف وهاي شغلة كثير مهمة هاي دكتورة بتزبط اذا زي ما قدت بك نعملها ريد بطف وصير لما توصل عند الاسباس تعتبر اللي قرأته قبل هيك كلمة واحد بصير طلع كيف هاي نحلت بطريقة تانية هلا هون لاحظ ريد هاي مهمة كمان ريد كاركترز انتو ان الري اه معناته انا بقدر اقرأ وابعت لالري والله هاي كمان رهيبة لاحظ بقدر اقرأ وابعت لالري بدي انت تشغل مقك وتحاول تجرب هدول الشغلات يعني انا مش رح اطالبك الا باللي اعطتك بس بالبرمجة في كثير شغلات يعني موجودة بالبرمجة هي مكملات هلا مكملات اليك مثلا انا ريد هاي هاي وضحت لك بتقدر تقرأ حرف حرف طب والله خطر عبالي استخدم ريد كاركترز او ريد كاركتر بفر شو بتعمل انتو ايش سبيسفايد كاركترز بفر يعني انا ممكن اعرف بفر ريدر واقرأ كل قراءتي واحطها بفر اوكي ريد لاين هاي اخدناها هلا مبدئيا انا ريد لاين وريد ريد لاين وريد هدول انت الشغلتين يعني هاي لو بدك تشتغل عليهم تقدر تشتغل عليهم وهون بدي اخد الفايل دوت الفايل لاحظ كان ريد كان رايت دليت كريت فايل اكزيست سياخدناها ايكويلز خلينا اشوف كمان وين شوفي عندي انا هون الباث تبع الفايل بقدر ارجعه اس دايريكتوري بقدر اعرف الفايل هذا اللي انا ما اخده هو دايريكتوري يعني الالوانسي اكتب اسم الفايل وحكت له دي باكسلاش باكسلاش اميجز وباكسلاش ونصيرت اكتب الفايل فلو جيت انا فحصته وقلت له اس دايريكتوري راه يعطيني true or false راه يعطيني انه اه دايريكتوري ولا لا فايل ولا هو عبارة عن ايش عن فايل ممكن هون يعني بدأ امر بعض الشغلات ممكن انت تعرف الفري سبيس يعني قديش سبيس اللي موجود في هذا الفايل قديش اخذ حيس قديش اخذ سبيس طيب هلا هون في عندنا الهيدن وما الهيدن يعني هاي ادفانس شغلات انه لو انت كنت عامل على الفايلات تبعتك هايد او هيدن بقدر اعرف حتى الملف اللي موجود عندي على الدايريكتوري مش مبين لليوزر بقدر افحص انه الفايل هيدن يعني هل هو فعليا موجود بس ماعمل له ماعمل له اتريبيوت هيدن لاحظ لاحظ بقدر اعمل الفايل طلعت هاي مهمة حلوة يعني حلوة يعني انا هل بمر عليهم بس هيك يعني دردش بيننا ست ريد اونلي يعني الملف اللي انت عملته بتقدر تخليه ريد اونلي ما حدش يقدر يكتب عليه طلع كيف حلوة هاي النقطة يعني بقدر اعمل وريد اونلي طيب خلص عكل حال يعني في بعض الشغلات اللي كثير موجودة هون وبدنا نحكي عنها هلا احنا المحاضرة القادمة بس عشان الطالب يكون عارف معي شو اللي بدي احكي المحاضرة القادمة مهمة جدا رح نحكي فيها عن التابلز المحاضرة الجاي راح احكي فيها عن التابلز اضافة يعني ها بدي اعمال لك رن وتشوف شو اللي رح نحكي عنه المحاضرة الجاية انا كنت متوقع اليوم يعني لانه كان امر واحد نخلص منه ونبدأ بالتابل بس ما عنا مشكلة عنا وقت لسه هاي هون انا بدي اجي اكتب هاي مثلا علي 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 على سبيل المثال عنوان علي او الكامتري تبع علي جوردان عنوان علي عمان هاي كتبناهم هاي الداتا بدي اخدها اخزنها على تكست فايل طلع هاي انا ربطت اشي جديد اخزنها على تكست فايل واحفظها وبنفس الوقت عندي تابل صغير هون بدي اضيفها على تابل ادرو هذا واحد اثنين ثلاث طلع انا عندي ثلاث معلومات هاي ادرو هيضف لي الرو خلينا اخد واحد جديد هي علي ثلاث وهاي هون مثلا بلستاين وهاي هون عمان ثلاث ادرو هيبلش يضف لي هاي معلومات صارت موجودة على شكل تابل طلع انا باكبس على تابل برجع لي المعلومة تابعته هاي هون بدي اكبس عند هذا هيرجع لي الداتا تابعته نفترض انه بدنا نعدل هذا اسمه احمد وهاي جوردان وهاي مثلا العقبة update اوكي عدل لي الداتا فصرت اتعامل مع التابل المحاضرة الجاي بدنا نتعلم كيف نضيف سطر كيف نحذف سطر كيف نعدل معلومات السطر وكيف نخزن هاي الداتا على text file وكيف اقدر ارجحها من text file واطباحها جوى table كيف اقدر ارجحها من text file واطباحها جوى table عمود عمود اوكي وهاي انا بالنسبة الي هون اليوم